اذكر لنا يا شيخانا بالعلم والطبيان اذكر لماذا انزلت آي من القرآن ان الذي فرد الكتاب هداية بالحق والمزان قال السنواء على السماحة عندهم نبأ من الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول نزول الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأسباب التي صحت بها الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحب الكرام رضي الله عنهم الحديث حول سبب نزول قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباديه لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباديه خبير بصير صح عن عمر بن حريس رضي الله عنه وغيره أيضا أنه قال نزلت الآية الكريمة في أهل الصفة تمنوا فنزلت الآية تمنوا فنزلت الآية أهل الصفة كانوا فقراء وكانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون فيه والذي عنده طعام زائد يأتي به إلى المسجد يأكلون من هذا الطعام الذي عنده عزق تمر يأتي يعلق في المسجد أهل الصفة يأكلون منه فقال تمنوا في أنفسهم أمنيات ليتنا أغنياء ليتنا أسرياء إلى غير ذلك فنزلت الآية الكريمة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فمعلوم أن الشخص إذا اغتنى قد يطغى قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى ومن معنيها إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن الناس بدأ يطغى عليهم ويظلمهم وقال الله سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وقال تعالى ثم إذا قولناه نعمة مننا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة فالله سبحانه عليم بالعباد فكن يا عبد الله راضيا بقسمة الله وراضيا بقضاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن الشخص لا أقول إنه يتكاسل ويطرق الأخذ بالأسباب بل عليه أن يجد ويجتهد ويدعو أيضا فإن الله قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنع عذاب النار قال موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك فالسعي لإصلاح الدين والدنيا معا مطلب ولكن هب أن الشخص لم يقدر الله له أن يكون سريا فعليه أن يكون راضيا بقضاء الله سبحانه فإن الذي يقسم الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى ولقد قال وإن من شيء إلا عندنا قزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ولقد قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية فعلى الشخص أن يرضى بقضاء الله ويسعى للأخذ بالأسباب وعلى أي حال يكون يلازمه الرضا الرضا بقضاء الله الذي قضاه فإن الشخص قد يخرج للتجارة ويرجع وقد خسر ماله ويقول ليتني ما خرجت فإذن على الشخص أن يكون راضيا بقضاء الله سبحانه ولا يمنع هذا أبدا من السعي والأخذ بالأسباب ودعاء الله بساعة الأرزاق كما هو شأن أهل الفضل وأهل الصلاح فضلا عن الأنبياء أما التحصر والتأسف لكوني لست بثري فهذا الذي ينقم على صاحبه هذا الذي ينقم على صاحبه فأهل الصفة لما تمنوا تمنوا الثراء تمنوا كذا فنزلت الآية تبين لهم مصائر كثيرين من الناس ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولذا فإننا نرى على سبيل المثال إذا كنا نلقي درسا في المسجد الحضور من الفقراء كثير إذا قلت من من الحضور معه مليون قل العدد إذا وصل معه عشر مليون لا يكاد يقترب من المسجد لا يكاد يقترب من المسجد يبحث له عن أصدقاء آخرين إذا وصلت مئة مليون ما حضر صلاة الجماعة إلا من رحم ربي وقال يبدأ في مشاكل كيف يحرص المال كيف يبعد عن نفسه أن يكون إرهابيا إذا دخل المسجد إلى غير ذلك فعليك يا عبد الله أن تكون راضيا بقسمة الله سبحانه وتعالى التي قسمها ربي تبارك وتعالى لك فهذا عن سبب نزول قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض هذا وعن سبب نزول قول الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يضجون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون عن سبب نزول هذه الآيات المباركة أن أهل الشرك من أهل مكة كان منهم من يجادل رسول الله كثيرا ويهزم في مجادلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهزم أمام نصوص الكتاب العزيز المشرقة المنيرة وكان منهم رجل يقال له عبد الله بن الزبعري وهذا الرجل كان يعقد مجالس بعد أن يلقي رسول الله دروسه كي يشوش على الآيات المباركات فالحاصل أن أهل الشرك لما نزل قوله تعالى نزل قوله تعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها قالدون طاروا فرحا ولما قال النبي لهم لما قال النبي لهم ليس في الآلهة التي تعبدونها من دون الله خير طاروا فرحا لا لأنهم هددوا هم لا يوالون بالتهديد ولكن فرحوا لماذا فرحوا لأنهم ظنوا أنهم سيهزمون الرسول في المجادلات فجاءت وقال يا محمد تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني المعبود من دون الله حصب جهنم النصارى يعبدون المسيح هل المسيح من حصب جهنم اليهود يعبدون عزيرا هل عزير من حصب جهنم خزاة تعبد الملائكة هل الملائكة من حصب جهنم فنزلت الآية التي بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون أي عن جهنم مبعدون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون ونزل في بعض الطرق ما ضربوه لك إلا جدلا قبلها قوله تعالى وَلَمَّا ضُرِبَ إِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ يَضِجُّونَ يَضِجُّونَ بالذي سمعتموه أي كأنهم بدى لهم أنهم سيأخذون على النبي مأخذا ونزلت أيضا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها ومعنى قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها أي أن نزول المسيح عيسى عليه السلام علم على اقتراب الساعة نزوله من السماء دليل على أن الساعة قد اقتربت فإن عيسى وكما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم ليشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقصطا يقتل الخنزير ويكسر الصريب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد هذا النزول نزول عيسى عليه السلام علم ودليل على اقتراب وقت القيامة فإنه من أشراتها الكبرى مع قتله للدجال على عيسى السلام فأقول وبالله التوفيق إن سبب نزول قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الآلات التي تعبدونها من دون الله خير فلما نزلت الآية ضجوا ظنين أنهم حاججوا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن أهل العربية يلتمسون وجه آخر فيقولون إن قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله ما لغير العاقل فكأنها منزل على الأصنام فبهذا ننفك أصالة عن الإيراد الذي أورده إنكم وما تعبدون قلال ما هنا ما لغير العاقل فالمراد الأصنام التي تعبدونها من دون الله عز وجل صدق الله إذ قال في كتابه الكريم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فعلى ذلك علينا أن ننتبه في القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات احرصوا على تعلم كتاب الله احرصوا على تعلم سنة رسول الله احرصوا على تعلم أسباب نزول الآيات المباركات فإنها تجلي المعنى تجلية تامة بفضل الله وبتيسير من الله ولكن يصر هذا القرآن على من يصره الله عليه ولقد قال تعالى ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكر لنا يا شيخانا بالعلم والتبيان اذكر لما ما انزلت آي من الكرآن إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والمزان قال السان وعلى السماحة يا عندهم نبأ من الرحمن نبأ من الرحمن يا شيخانا